اشتركوا في القناة وقال بيقول ما صحة هذا الحديث دخل ملك جبريل على النبي وقال ملك الموت بالباب ويستأذن أن يدخل عليك وما استأذن من أحد قبلك فقال له ائذن له يا جبريل ودخل ملك الموت وقال السلام عليك يا رسول الله أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله قال النبي بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى فوقف ملك الموت عند الرأس عند رأس النبي كما سيقف عند رأس كل واحد منا وقال أياته الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله اخرجي إلى رضا من الله وردوان ورب راض غير غطبان وهنا السؤال باختصار بيقول لنا إيه هل ملك الموت أو ملك الموت يعني استأذن على رسول الله أو رسول الإسلام قبل أن يقبض روحه خلينا نشوف الإجابة في قصة وفاة النبي أحداث كثيرة روح منها الرواه أشياء الكثير ولكن خلط الصحيح به بالمجذوب وتساهل الكثيرون في ذكر ما ليس له أصل وما لم يأتي إلا عن طريق منكر ومطروك والذي يبتغي السلام في هذا الباب عليه بالأحاديث الصحيحة إس فيها الغنية والكفاية وفيها من وصف أحداث وفاة النبي بما فيه من العبرة والعزة والحكم قال الحفظ الكثير رحمه الله في البداية والنهاية وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاء أخبارا كثيرا فيها نكرات وغرابة شديدة أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف أسانيدها ونقارة متونها ولسيما يورده كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم فكثير منهم موضوع لا محالة وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة والمروية في الكتب المشهورة غنية عن الأكاذيب وما لا يعرف سنده والله أعلم دلوقتي هنا بيقول لنا إيه يعني ملخص اللي هو بيقوله هنا بيذكر أن فيه أخبار وفاة النبي وأن ملك الموت استأذن جه في كتب كتيرة منها الضعيف والمنكر وكمان اللي ما حدش عارف سنده وخلينا كمان نكمل الإجابة وبعد البحث في مرويات قصة وفاة النبي لم نقف على الحديث الذي ذكره السائل بهذا اللفظ لكن روية أحاديث في استئذان ملك الموت على النبي بلفظ مقريب مما ذكره السائل ولكنها أحاديث ضعيفة حكم عليها الولماء بالنقارة والوضع فمن ذلك حديث يرويها علي ابن الحسين عن أبيه في قصة طويلة فيها ذكر استئذان ملك الموت على النبي ومقاطبته له وهذه القصة رواها التبراني في المعجم الكبير والمرجع قدامكم وقال الهيسبي في مجمع الزوائد وفيه عبدالله بن ميمون القداح وهو زاهب الحديث يعني ايه الكلام ده؟ هنا بيقول لنا في مرويات عن قصة وفاة النبي واستئذان ملك الموت على النبي حديث كلها ايه؟ ضعيفة حكم العلماء عليها بالنقارة والوضع وخلينا نكمل الإجابة بتقول ايه؟ وكذلك حكم عليه الحافظ العراقي في تخريج الأحياء والحافظ ابن حجر في أجوبته بعض تلامزته وابن كسير في البداية والنهاية وقال الألباني في استلسلة ضعيفة موضوع وحديث آخر يروي ابن عباس رضي الله عنه وفيه ذكر استئذان ملك الموت عن النبي في مرضه الذي قبض فيه ورواه التبراني في المعجب الكبير وقال الهيسامي في مجمع الزوائد وفيه المختار ابن نافق وهو ضعيف وقال العراقي في تخريج الأحياء وفيه المختار ابن نافق منكر الحديث وأما تخييره صلى الله عليه وسلم بين الموت والبقاء في الدنيا وكذلك قوله بل الرفيق الأعلى فهذا ثابت عنه في الصحيين من حديث عائشة رضي الله عنه وقد سبق ذكره في جواب السؤال واللي عايز طبعا يرجع عليه يبقى كل كتب أكدت أن حديث أن ملك الموت استأذن على النبي حديث إيه مرفوضة لإيه لضعفها والنعم المنكر ولكن أنه خير بين الموت والبقاء ده بيقول أن ده حديث سابت في الصحيحين وخدينا نكامل الإجابة لما سألوا شيخ ابن عسيمين بالنسبة لقصة وفاة النبي بيقول إيه ذكرت بعض كتب التاريخ أن ملك الموت أتى النبي يستأذنه على شكل إعرابي ما صحة هذا الكلام رحمه الله هذا غير صحيح هو بإجاب يعني هذا غير صحيح لم يأتيه ملك الموت ولم يستأذن منه بل خطبة صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطبة قال إن عبدا خياره الله تعالى بين الخلط في الدنيا ما شاء الله وبين لقاء ربه فاقتار لقاء ربه وهكذا قال في آخر حياته إلى آخر الإجابة فدلوقتي بيبقى نستندج أن رسول الإسلام ملك الموت ما جالوش أصلا وما استأذنش منه في حين إن فيه بقى أنا عندي سؤال ليه ملك الموت جهل موسى وموسى فأعينه وشوفوا معي الحديث اللي إيه موسى فأعين ملك الموت جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فقال فلط مع موسى عين ملك الموت ففقعها فقال فرجع الملك إلى الله فقال إنك أرسلتني إلى عبد للك لا يريد الموت وقد فقع عيني قال فرض الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مبن ثور فما اعتورت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة ويراوي أبو هريرة والمحدث مسلم والمصدر طبعا صحيح مسلم وهنا أنا عندي سؤال هل محمد أفضل من موسى؟ هل لما يقول لي موسى ما كانش عايز يموت وفقع عين الملاك دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ أكيد حاجة وحشة مين اللي بيرفض ركاء ربه؟ مين اللي بيشوه سورة الأنبياء غير الإسلام؟ وتابعوني في الحلقة الجاية مع سؤال سين وجين